السلام عليكم أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سنستمع للنص السماع الأول للوحدة الأولى لوحدة التي تهتم بدراسة مغاربة العالم من مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي النص سماعي تحت عنوان لا شيء مستحيل اسمي يا سينون أنا شاب في الواحدة والثلاثين من عمري أشتغل في إحدى أهم الشركات المنتجة والموزعة للأدوية في العالم أنا من عائلة رسخت في نفسي مبادئ الإخلاص والتفاني في العمل عملت بجد واجتهدت إلى أن حصلت على نتائج خولت للسفر إلى الخارج للدراسة في فرنسا كان أساتدتي في باريسا يشيدون بمستواي الدراسي والأخلاقي وكانوا يقولون لزملاء المغاربة يجب أن تكونوا فخورين بأن لديكم شابا مغربيا مثل يا سين كلامهم منحني ذافعا أكبر للتفاح والمثابرة من أجل الوصول إلى هدفي لا أنكر أن الغربة لم تكن سهلة فقد كنت خجولا بطبعي ولم أنسج بسهولة مع الوضع ولكن لحسن حظي صادفت أناسا طيبين ساعدوني في غربتي واصلت دراستي في الهندسة ثم انتقلت للعمل بجمهورية تشيك لقد كان هدف الأساس من الهجرة إلى هذا البلد هو أن ألج شركة كبيرة لإنتاج وتوزيع الأدوية لكن للأسف تم رفضي لما تقدمت للعمل بهذه الشركة فأنا لم أكن ذا خبرة في تخصص معين وبالرغم من ذلك لم أفقد الأمل لأنني من النوع الذي إذا وضع هدفا أمام عينيه جاهد للوصول إليه عدت للدراسة من جديد فاخترت أن أدرس شعبة ستمكنني من الحصول على منصب في تلك الشركة وبالفعل بعد أن أنهيت دراستي أرسلت سيرة الداتية إلى الشركة فاستدعيت على الفور لإجراء مقابلة العمل الأولى وبعد سلسلة من الحوارات تم قبولي حققت الآن حلما مهما من بين أحلامي والكل يشيد بمستوى في هذه الشركة لدرجة أنني حصلت على جائزة تقدير بعد مدة وجهزة وها أنا اليوم وبعد سنوات قضيتها في المهجر أعود إلى وطني حاملا معي خبراتي لأنجز مشروعا أنخرط به في أوراش التنمية ببلادي هذا النص مأخود من جريدة الأخبار فلاش بريس بتصرف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر